لم تتوقف عقارب الزمن العراقي عن الدوران بمختلف الاتجاهات فعودة البرلمان لعقد جلساته فتحت أبواب استحقاقات دستورية مؤجلة في توقيت صعب عنوانه تظاهرات الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين واحتمالية مشاركة الطيار الصدري أو مقاطعتها ليكون ذلك الخيار هو ما يحدد اتجاه البوصلة السياسية العراقية للمرحلة المقبلة وفيما أعلنت قيادة عمليات بغداد الإبقاء على إجراءاتها الاستباقية من قطوعات للجسور والطرق وتغيير الإحداثيات حسب تطور مشهد التظاهرات فقد حذر القيادي في تخالف الفتح علي الفتلاوي من احتكاكا في حال نزول جمهور الطيار الصدري جنبا إلى جنبا مع التشرينيين لخلافات فكرية وأيدلوجية ويقول متابعون أن مشاركة الطيار ستكون محسوبة بدقة فهو لا يريد منح قاعدته الجماهيرية لطرف آخر حتى لو كان معارضا للواقع السياسي وأيضا رفض تسخين الشارع الشيعي مرة أخرى ما يدفع للاعتقاد بأن خيار التهديئة سيكون الأقرب إلى الواقع إلا إذا حدثت متغيرات مفاجئة في ردود الأفعال